طيب طالما قلت ان هو تم هدك ستره من محادثات واسكرينات والكلام ده انت طالما عرفتي واخوتك قالولك انت بتجيبه اولدكم لان طبعا دي امر فيه حدوده كبار وخصوصا امه وبنتهه والعلاقة مزدوجة ده كلام فاضي بتجيبيه والدكم وبتنصحوه لله سبحانه وتعالى ان ده حرام وان ده حد من حدود الله وان لم تنتهي احنا هننبه الناس دي فانت لازم تنتهي حتى لا يتم هدك الستر اكتر من كده انتهى كان بها ما انتهاش على الاقل انتوا بتقولوا للفئة المتضررة الام وبنتهى لان دي علاقة محرمة ولو تعرفوا ان فيه علاقات قسمة يعني بتنصحوا الناس ان هم يبعدوا عن كده وان الامر ده يعني امر حرام وبتنصحوهم لله سبحانه وتعالى وبتنصحوهم ان ده حد مش صادق في التعامل معهم يعني لكن قبل الخطوة ديات بتجمعوه على اساس ان على الاقل نضيق دايرة يعني هاتك السترو وتبقاش فضيحة كبيرة وعدد الافراد اللي عارفين بالفعل ويكلموه ينصحو لله سبحانه وتعالى والدعاء موضوع ضرب الام طبعا الحمدلله انت بتقولي هو انتهى لكن هي ما تسمحش ان حد يزيها وانت يعني يعني انت كبنت دا دورك يعني انت تفاهميها ما تسمحش لا بقى زية كلام ولا بقى زية جسد ولا يعني ضرب او عنف لفظي او عنف جسدي لا تماما تماما وينتهى عن كده اما المعاملة السيئة يعني على الاقل يبقى فيه باب من الحوار الراقي لكن مفيش حوار راقي مفيش حوار اصلا ويبقى زى ما بتقولك بطل ضرب بس يعملها معاملة سيئة تمنع المعاملة السيئة تمنع وقوانين الغرب الى حد ما فيه منصرة للمرأة في الامر دا ولو راح تشتكت هيتبهد البادلة الجديدة هو في غنى عن الكلام دا احنا مش عايزين نعمل كده فنعود معاه نقول له الوضع مع والدتي واحد اثنين ثلاثة الوضع مع المحرمات واحد اثنين ثلاثة وانتي لقيني دي حدود 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 ما ينفعشي ان انت تقع فيه لو لم ينتهي دكتورة هل تمتحين بالاستمرار معاهم في نفس البيت؟ هو يستمر معاهم؟ لو لم ينتهي عن افعالي ونصحوه؟ يعني هي 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 لا تملك بس عشان بس نبقى واضحين هي لا تملك انها تطلعهم للأسف يعني وبعدين حتى لو هي تملك هو هيطلع هيعمل هيما هيروح في المحرمات اكتر يعني لكن نفضل نذكره بالله نفضل نذكره ونخوفه بالله سبحانه وتعالى ويبقى قدام عياله ويبقى كذا لاني ساعات ساعات هزت هدك الستر دي بتوقف وتخليه لأ او منظريه مش عارفه لكن المستبيع وعامل احنا هنقول للناس لاني ده حد من العدود ده ما تقوعه او تتسطروا على حاجة زي كده في حدود دي ما بنفضحش في حدود برضو الستر لكن نمنع الاذى يا بنتي عن النساء الاخريات بارك الله فيك دكتورة